طيب فيه برضو يعني حد بعت لنيفتك سؤال بيقول أنا كنت عايزة أقول لسيدنا أن أنا معايا أختي أرمالة مش معاها أولاد بروح أزورها كل ما الظروف تساعدني وأضيلها طلبتها ومعايا أخت تاني أرمالة برضو وولادها متجاوزين هي بتهتم بيها وأغلب الوقت بتكون عندها بس يا سيدنا أختي الأرمالة اللي مش معاها أولاد عايزة كل الناس حواليها وأنا باسم السليم معايا زوجي وابني مش من السهلة روح عندها على طول كل ما تتصل بي خايفة ربنا يعقبني وبعدين يقولي أنك أسرت في حقها ومحتر يا سيدنا وضميري بأن ابني إرشدني وريح ضميري لا طبعا الاهتمام الأول هو بزوجها وأولادها وبعدين الاهتمام التاني بأسرتها التالت بالورباء فأنتي مش عشان تخدمي أختك لأرمالة تضيعي بيتك تأثر فيه وإذا كان حضرتك بتقولي أن ليك أخت تاني أرمالة وبتودها ومعها باستمرار طبعا لأنها أرمالة معاش أولاد فتحس بالعزلة والوحدة وأن محدش حواليها مهما كتروا الناس فهي محتاجة الناس تخدمها فالأخت لصحبة السؤال من آخر تروحي وكل يوم ممكن تسألها بالتليفون لكن ما تأثريش في خدمة بيتك يعني حتى لو كانت بتأنبني أو بتلومني كل شوية نفسها يعني مش من باب المحبة برضو والاحتياج مش لازم عشان أرضيها وريح ضميري أجي على حساب حاجات تاني طبعا لأ على قدر إن كانت ريحها برضو التانية تدعي نفسياتها تعبانة لكن بالعقل كل حاجة بالاتزان يعني هم